الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اه هذا كخبر عجل وليس بخبر عجل تلك الدرجة ولكن خبر اه بانه اصحاب اللي داروا الشيكاية في الموقع دي الشيكاية بواما. ليس في موقع تضامن كوفيد بل في الشيكاية بواما بان يدخلوا يشوفوا المصير دي الشيكاية دي لهم بها رهب ذات الوزارة اه في معالجات الملفات اللي كانوا داروا فيهم الشيكاية. كما كان شوفوا هنا يا التقرير الموجز تمت معالجته. في اللي كانت كان طلب في طول المعالجة دي براح تمت معالجة الطلب. وراح الوزارة جاوبت للناس. اذا بحالe النموذجة راه الوزارة جاوبت له. وراح بدو كي يجاوبون للناس والاغلبية راه جاوبوا عليه. اذا دخلوا شوفوا الموقع دي الشيكاية بواما وشوفوا المصير دي الشيكاية دي لكم. اذا بحال هذا الشخص هذا المصار المعالجة يعني الجواب اللي يعطيهم في المعالجة نشكركم على إذن هذا رح تعالجت له في هذا الوقت هذه مع 12 و 56 دقيقة إذن نشكركم تفاصيل ديال المعالجة شنو هو الجواب اللي جاوبت له وعلى ما أظن على ما أظن يقدر يكون نفس الجواب للجميع نشكركم على تواصلكم مع الوزارات الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة ونذكركم أنه قد تم تخصيص الرقم الهاتف 12 للرد على استفسارات المواطنين الذين قدموا طلباتهم لاستفادة من دعم الصندوق الخاص بتدبير كوفيد-19 والذين يتوفرون على الشرور المطلوبة كما وضعت تتما منها كما وضعت سحة إشارة المانيين خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 27 مائل في 2020 خانة بالموقع الإلكتروني تضمن كوفيد بواما لتقديم ومعالجة شكيتهم أما بخصوص العاملين بالقطاع الخاص فقد تم تخصيص خانة على موقع الصندوق الضمن الاجتماعي لتلقي الاستفسارات والشركيات والسلام عليكم ورحمة الله هذا هو الجواب لهم طف حشو معي بوهار أن الرقم الهاتسي في 12-12 أولا ما كي يجاوبش على المواطنين وما كي يعطيهمش الأجوبة باش نطعن في هذا الشواب ديها لهذا الوزارات الاقتصاد والمليا ويصلاح الإدارة أولا 12-12 كما كي نقول ما كي يعطيش الجواب exact يعني جواب مقنئ للناس حول الأسئلة ديرهم إلا كان بعدها قبل إلا كان جاوبهم أما حيث الأغلبية و90% من المواطنين يصنعون على 12-12 ما كي يجاوبهم هذا بالنسبة للهاتس وذلك ما يجعل الناس أنهم يديروا الشكاية هنا ثانيا كما كنا نرى هنا خلال الفترة الممتدة من بين 21-27 ما أولا هذا خطأ ليس من 21-27 ما بل من 21-25 ما رأي هذه هي الوقت فاشتحلت للموقع التضمن كوفيد جدا لجل التصميم و هنا ربع أيام لا يجاول الناس أن يصنعوا الشكاية لجل التصميم لجل التصميم لجل التصميم لجل التصميم وضع الشكاية هنا و أخبرتهم أما هم لا يعرفون بأن الموقع التضمن كوفيد جدا ولكن الفطر الذي أعطيتهم هذه الثلاثة مرة لا يمكن أن يدروا الشكاية هذا ما يجب أن يدروا الشكاية أخرى حيث معي بعار على هذه الأجوبة أما بخصوص العامين في القطع الخاص فقد تم تخصيص خانة على مقابل الناس الذين يعملون في القطع الخاص في الصندوق الضمان الاجتماعي يجب أن يكون هذا ما مقاد كما يقولون سننضروا على الناس الذين يجب أن يكون القطع غير المعيكال أشمع على هذه الأجوبة والسلام عليكم ورحمة الله هذا هو الجواب للوزارة هذا هو الجواب للوزارة الذي يحطر الوزارة للناس وعلى ما أظن 90% ستكون نفس الأجوبة كوبي كولي هذا الشيء الذي يخص هذا الناس الذين يقدموا الشكاية لا إله إلا الله وحمد رسول الله هذا بالنسبة لهذا الخبر هذا هو مؤلم لأنه ترفضت له الشكاية في موقع تضامن كوفيد والسلام عليكم أما بخصوص الشيء الثاني في المدخلة هي أصحاب الدفعة الثالثة بالنسبة لأصحاب الدفعة الثالثة ستكونوا بالترتيب يعني ستكونوا بمجموعة مجموعة كي سفطوا 800 ألف و 800 ألف و الأخرى يعني ستكونوا بمجموعة مجموعة و الأشخاص الذين لا يستمتعوا يتسلموا و الأشخاص الذين لا يستمتعوا لأنهم لم يعدوا لأحد تاريخ الذي ستنتهي فيه الدفعات كانت تقامل لأحد تجل طلبكم بالنجاح ستكونوا بإستفدار و الأشخاص الذين ستتسلموا ستتكونوا بإستفدار ستكونوا بإستفدار و الأشخاص الذين لم يتصلوا سنطلقوا كانت تمنى أنهم لا يحرمون الناس و لكن لا يحرمون الناس من الدفعة الثالثة و لكن عندما أظن تقدم الدفعة الثالثة هل يريد أن يقصوا الناقص في المواطنين الأخرين تستطيع حياة لأن المؤسسين عن الناس الذي اقتردهم على الاشياء والعالم في الطلب والموجود واللم يتميز على الشكاية يمكن أن يجب أن يسعيدون العباد الله يجب أن يسعيدون يجب أن يساعدون يسعيدون على العمل يسعيدون على العمل وحقهم من يأكلوا وزنوا معهم وشوفكم أن من الوزارات ترى من حالها الناس. هذا بالنسبة للشيء الثاني المدخلة اللي هي الدفعة الثالثة. الشيء الثالث بالنسبة للصحاب لاصينيس. بالنسبة للصحاب لاصينيس لانه كان كثير عدة اسئلة تطرح الدفعة الرابعة راه تصرفت. يعني يرى كينة الدفعة الرابعة وراح الموجيب الالي كي يقول لك الى الليندو رقم ضمن الاجتماعي. يصوني على الموجيب الالي. يصوني عليه. ويقول ويتخلى الرقم ضمن الاجتماعي وتبدأ المراحل. الى قال له تم اه تمت يعني بانه راح اه الفلوس دياله زع ما يعني ان اسميزه اه اه المبلغ المالي الفين درهم راح تم تحويله الى البارد الى البانكات في 21 يوليو في الشهر يوليو. من هنا يعرف بان هرا غين ستفت. يعني شباTIN يقل الموجه بالالي 2000 درهم يقل الموجه بالالي 1500 سوف نشرح النقطة هنا 1500 و2000 و1500 كما قلت لكم الموجه بالالي 21 يوليو يعني المشغل الذي يقل الموجه بالالي في الشهر السنة ولكن الذي يقل الموجه بالالي 2000 درهم ولكن الذي يقل الموجه مشغل لهم مش صرح بخمستاشر يوم يعني اسبوعين واللي قال له اه خمسمائة درهم يعني ان مشغل لهم صرح فقط غيب اسبوع واحد يعني فاش كان مشغل كي يعمر صرح غيب اسبوع واحد وراه اه قالوا في البلاغ دي لهم بان انطلاقنا من غدا غيبداوي صرفوا الدفاعات يعني شدائنا من 22 يوليوز غيبداوي صرفوا الدفاعات ديالهم ومن هنا عالتاني باش ما يوقعش الخلط عن الناس كما سمعتون لي قالوا 21 يوليوز راتم تحويل مبلاغ كده كده من نهار 21 يوليوز يعني هذا رغي ستفضل ممكن يكون 22 في الشهر ممكن يكون 23 ممكن يكون 24 ممكن يكون 25 ممكن يكون هذا الفرق هذا لان كله بانكة وفقه ستبدأ الصرف الفلوس دياله ممكن انه يصرف البارد بانك مثلا يصرف غدا والبانك الشعبي غدا والتجارة غدا والتجارة اخيري هذا مما يخص هذا نزد منه ولديا هذا ما كان بذلك في هذا الفيديو هذا هذا الفيديو هذا درته على ثلث مراحق ثلاثة طيال النقاط النقطة الاولى التي تتترجف على La Tateboire الشيكاية في الموقع الشيكاية كبواما والموضوع الثاني كييهضر على أصحاب الدفاع الثاليثة والموضوع الثاليث كييهضر على وعلى أصحاب الدفاع الرابع إذن هذا الشيء الذي كان في هذا الفيديو كنت أتمنى أن أعجبكم وكنت أتمنى أن أشارككم في القناة وهي قناة لكم ومتبع معكم الأخبار وكتجاوبة عن أسئلة المواطنين في أي وقت وهي قناة لكم موقع المجتمع كنت أتمنى أن تشاركوا فيها وفعلوا الجرس لكي أي شيء جديد تتواصلوا بها داروا جيم الفيديو وبرتجوا وبرتجوا هذه المعلومات لأن الناس يعرفوا المصير الشيكياتهم ويعرفوا كيف يكونوا بالنسبة لأصحاب الدفاع الرابع وبالنسبة لأصحاب الدفاع الرابع يعرفوا المصيرهم وشكرا جزيلا